إذا منتبعنا كرام في هذا الخبر العاجل والمهم فاضيحة وتبهديلة وكارثة جديدة لنظام حضيرات الجزائر المنتخب الجزائري لكرة اليد ينسحب من مواجهة المنتخب الوطني المغربي في البطولة العربية لكرة اليد بسبب خريطة المغرب أولا في الملعب وخريطة المغرب الموجودة على قمصان المنتخب الوطني المغربي بداية نرى هذا المقطع منتبعنا كرام دي اللحظة إعلان الحكم عن خسارة المنتخب الجزائري بسبب انسحابه من المباراة فطبع الحال كيفما تشوفوا المنتخب المغربي كان في الملعب الحكام كانوا في الملعب لكن تم إعلان خسارة المنتخب الجزائري بسبب الانسحاب نرى هذا المقطع معكم بالتعليق هي اللقطة اللي انتظرناها منذ ساعة شاهدنا اللقاء دي السعودية والكوين صراحة المنتخب السعودي عنده منتخب جيد ربما ربحوا أول حكم يعلن على فوز المغرب وانسحاب الجزائر هذا هو القرار الرسمي للشو الحالي فوز المغرب وبعد انسحاب الجزائر والحكم دي اللقاء عنه على تشي رسميا هذه اللقطة دي المباراة دي اللقطة اللقاء هيا غتتعود تكررات من جديد لأنه كانت واحد اللقطة تعرفه وأنه هو الكاميرامن دي التلفزيون المغربي تطلب منها كما أنه هو مشكلة لا حاول ولا قوة سعلا بالله لا حاول ولا قوة سعلا بالله دبا شوفوا شوفوا دبا المشكلة عباد الله المشكل المشكل دبا بعد شوفوا معياد الخارطة ما شاء الله سبارك الله خارطة المغرب كاملتان صورة جلالة الملك والعالم الوطني التي تزين الملعب وتشي ما يريدها في كل المحافل تشي ما يريدها في كل المحافل الرياضية التي تتضمنها في المغرب كما في كل مرة سينسحبوا مساخة الولدين لأنه دخلوا غباء وكلخ دخلوا الريوصهم في واحد دوامة لا يخرجوا منها لا يخرجوا منها دبا فيما كانت خارطة المغرب خصوم ينسحبوا فيما كانت العلم ولا الخارطة دين المغرب خصوم ينسحبوا تماما كما حدث هنا وتماما كما حدث مع الفريق ديال نهضة بركان وبالمناسبة إن شاء الله قد قد نشوفوا نهضة بركان فائز بنتيجة 3-0 لأنه قد قد تشمع لجنة الانضباط لكن ما يهمون هنا متابعين الكرام كذلك وهو نشوفوا مقطع آخر وهو كما تشاهدون هنا فاللجنة التنظيمية للاتحاد العربي لكرة اليد قاموا بتدوين كل شيء قاموا بتدوين كل التفاصيل لهو انسحاب منتخب حضيرات الجزائر وبالتالي يعني إعلان فوز المنتخب المغربي هذا كان اللجنة التنظيمية اللي يعني دونت كل شيء بالتفاصيل ومن المرتقب على أن الاتحاد العربي لكرة القدم أفل لكرة اليد يخصوا يفرض عقوبات على المنتخب دي الحضيرات الجزائر يذكر المتابعين الكرام يذكر على أنه حسب أصحاب دي البت الحيل اللي هي صفحة الهوريزون تيفي في الفيسبوك قالوا هذا المعلق اللي اسم معناك يتكلم قال على أن المنتخب دي الحضيرات الجزائر في بداية البطولة في بداية البطولة جاءوا تطوروا أمام خريطة المغرب كاملاتا وحسب هذا الصفحة لأصحاب هذا الفيديو فإنه عندهم الصور عندهم الصور دي المنتخب الجزائري جاءت صور أمام خريطة المغرب هتشارج قلت لكم يوم ساخت الوالدين دخلتوا أنفسكم في واحد دوامة اللي معملكم وغادوا تخرجوا منها ما تقدرونش دا بتخرجوا من هذه الدوامة دائماً يخصكم في كل مرة أنكم تنساحبوا دائماً فوقش متلقوا العالم دي أو الخريطة دي المملكة المغربية يخصكم تنساحبوا وهتشي قلت لتلقى وتسا في كأس إفريقيا 2025 وأعيدكم وعداً مني أنه في 2025 كأس إفريقيا ماشي فقط لتلقى خريطة المغرب غالت لقى خريطة المغرب بالصحراء الشرقية بالصحراء الشرقية إذن منذ الآن منذ الآن سأتحبوا كأس إفريقيا 2025 منذ الآن سأتحبوا هتشي بعد إذا إذا ما تبقت عليكم العقوبات قاسية من طرف الكاف من طرف الاتحال الإفريقي لكرة القدم لأن هناك معلومات الآن ماشي مؤكدة لكن هناك بعض المعلومات التي تقول على أن العقوبات سوف تشمل حتى الاتحال الجزائري لكرة القدم ومن المحتمل مالوما ماشي مؤكدة لكن من المحتمل أن يتم توقيف الاتحال الجزائري لكرة القدم لسنتين عن المشاركة في أي بطولة قارية ولا دولية بما في ذلك كأس العالم بما في ذلك كأس إفريقيا هذه معلومات ما زال مشنة أكداء لكن إذا تأكدت ضربكم الخلال عامين ما غادت تشاركوا في كأس إفريقيا ولا في كأس العالم شفتوا فين غرق توريوسكو شفتوا فين غرق توريوسكو بيهم ساخة الوالدين وصدقوني هذا الخارطة المغرب وبما أن المغرب مقبل على تنظيم كبريات تظاهرات بما في ذلك كأس العالم 2030 هذه الخريطة قسم بالله ستتمردكم ستتجرجركم يا مساحة الولادين قلت لكم من الأول دخلت وأنفسكم في واحد القوقعة في واحد الدائرة لا تخرجوا منها في واحد الدوامة لا تخرجوا منها أي بلاسة ستتلقى فيها خريطة المغرب ينسحب أي بلاسة فيها خريطة المغرب ينسحب كرة اليد كرة السلة كرة المضرب كرة المغرب ستسحب ومن المعروف أن المغرب من 2025 إلى 2030 سنضم الضواطب من البطولات ومن التظاهرات الرياضية كرة الكأس العالم الأندية كأس العرب الكؤوس مختلفة كأس العالم كرة القدم داخل الصالة مجموعة من التظاهرات العالمية وصدقوني عالم المتخب الوطني المغربي أو خريطة المملكة المغربية ستفقسكم ستمردكم وبالتالي سنسحبوا منذ الآن سنسحبوا كأس العالم كأس العالم كأس العالم قرار جميل لتأخذ نظام حاضرات الجزائر كأس العالم إذا كانت هذه المغربي سننرى كأس العالم في كأس العالم نسحبوا منذ الآن سنسحبوا في حالاتكم وقسم بالله خارطة المغرب في الصحراء الشرقية في 2025 سوف ترى ما سوف يترى وسألهم منذ الآن سوف يترى سوف يترى لأنه يأنه يفكر في العواقب فهو لم يجد أن تساحب لم يكن هناك فضيحة لم يكن هناك فضيحة لم يكن هناك فضيحة فهو سوف يكون هذا النظام المتورط كيف سيقوم بتساحب مدلم معمعة؟ في كل مرة يساحب كيف سيقوم بتساحب مدلم معمعة؟ خصوصا أن المغرية منظم كبريات التدورات من كأس العالم لأصغر منافذة كيف تدروا لأداب؟ كيف تدروا لنا؟ ونتمنى بطبيعة الحال على أنه في كل مرة في كل دوري في كل بطولة في كل كأس تكون هذه الخريطة موجودة لكي تفقص نظام حضرات الجزائر وتكون دائما الإنسحابات وأوجد ذكر على أن المنتخب الجزائري في بداية هذه البطولة جاءوا تصوروا جماعة مع هذه الخريطة والصورة موجودة وغد نشرها وبالتالي السجن الحراش ينتظر ذلك المنتخب ومع أسف الشديد هذه العقلية أكتا في هذه النظام نظام حضرات الجزائر متابعين كرام أراكم في فيديو قادم على المزيد من التفاصيل